اشتركوا في القناة اعلمية ان المجلس حاليا يتقدم باستقالة جمعية ايزانا برحيله عن ادارة الزمالك ولم تكشف اي مصادر اسباب تلك الاستقالة الجمعية بعد ان كان القرار منذ قليل الاستمرار في ادارة نادي الزمالك ومن المنتظر كشف الفترات القادمة العديد من الاحداث حول ما يحدث داخل نادي الزمالك وعقب اعلان استقالة احمد مرتضى منصور وسليمان وهدان من عضوية مجلس ادارة الزمالك اعلن محمد محمد طه الاستقالة هو الاخر من منصب عضوية مجلس ادارة نادي الزمالك وبالتالي اصبح المجلس الحالي في خطر عقب افتقاده للعدد القانوني لعضوية المجلس وكشف التقارير اعلمية ان وزارة الرياضة تقترب باعلان تعيين لجنة مؤقتة لادارة نادي الزمالك خلال الساعات القادمة ولم تكشف اي مصادر اسباب تلك الاستقالة الجامعية بعد ان كان القرار منذ قليل الاستمرار في ادارة نادي الزمالك ومن المنتظر كشف الفترات القادمة العديد من الاحداث حول ما يحدث داخل نادي الزمالك ونتمنى ان الجماعة المتأمرين على الزمالك والمتزملكين والجماعة اللي بيقبضوا يكونوا استرجعوا الجماعة اللي تنططوا زي القرود على اليوتيوب للنهار الارض المحروقة والشاب اليسمين والاخ التاشر رضية اللي للنهار اصلها بقت عزبة اصلها بقت توريس والاخ التاني اللي اخي علاء بدأ والباش مهندس اللي بيقول عليه الليل النهار برضو التوريس التوريس انا مش عارفة مرتضى منصور حقك في ايه علشان لغى عضويتك من نادي الزمالك تعمل كل ده للنهار تشتن في قناتك عليه ليه حرم عليك يا اخي انت بكرة وبعده الناس هتدعي عليك الاخ شاد عيسى مين شاد عيسى اصلا حد يعرفه غير انه هو اخو ابراهيم عيسى حتى عمره قديب عمره قديب بقى يطلع يشتم ويهاجم مرتضى منصور وادارة الزمالك عمره قديب جزء السحلية بقى يطلع يتكلم احمد موسى اللي اخذ بالقفة والفيديو الشهير بتاعه في فرنسا اللي ادلوه على القفة جاي يتكلم برضو ويهاجم ادارة الزمالك ومرتضى منصور من تاني اتحاد الكرة اتحاد الكرة ما سابش الزمالك في حاله باللي فيه الربطة الربطة قعدوا يهاجموا في الزمالك علشان مقعد هيقعدوا علي امير مرتضى منصور اخو سابها لكم لجنة التظلمات اللي دايما ضد نادي الزمالك غرامة كهربا خليكوا فاكرين غرامة الكهربا بقرا وبعده هيحصل فيها ايه ادارة النوس او سابلك النادي باللي فيه علشان تخرب فيه زي ما انت عايز حسبنا الله ونعم الوكيل بس جوانا احساس ان مرتضى منصور ممكن يرجع علشان قبل كده قالوا ان مش من حقه يرجع رئيس مع المجلس ده علشان دورته والله اعلم وهو من حقه يترشح في الانتخابات طبعا بس لما نشوف هنبقى برضو يوم 31 اكتوبر ولا هتتأجل او ممكن يكون فيه استقالات دي تبقى تمويه مجرد علشان ممدوح عباس يرفع الحجز ولو ان انا بنشك في الامر ده لان ممدوح عباس ده مش بنقادم لما نشوف مين اللجنة اللي هتيجي وهل هتحل مشاكل النادي والقيد ولا لا وهل هتجيب صفاقات ولا لا وهل هيبيعوا زيزوا وفتوحوا ولا لا وهل هيحلوا مشكلات تشمبونج ولا لا ويدفعوا مستحقات اللعيبة ولا لا وهل هيرقعوا للجهل قصته غرامة قهربة ولا لا هو ده اللي كان متوقع غرامة قهربة وهل عصابة مندوح عباس اللي قويين يسقط في الانتخابات وده مرتضى منظور ييجوا غير في لجان معينة او بالتزوير هزهروا تاني عالساحة ولا لا ولا هحطوا شريطي شحادة وناديكي وناديك تاني على القناة ولا لا بتاع الاستاذ حسين لبيب وهكذا نفضل في الدوامة دي العشرية السودة هنوصل لغاية 2020 عادي الناس أل بس وزير الشباب والرياضة انت ايه اللي بتعملوا كل ده من نادي زمالك ايه الغرض منه انت قال لغاية دلوقتي في نادي في المكان بتاعك مستني المجلس يا دا مستقالة انت اقلت المجلس ده قبل كده واسمه كان مجلس منتخب واقعدت مرتضى منصور في بيته السنة كاملة 2020 علشان فيه فساد مالي ما طلعتش ورقة واحدة تثبت فيها اني فيه فساد مالي فين الدولة من اللي بيحصل ده فين القضاء ليه ما قدمش نادي الزمالك للقضاء يطرق انها ينصفنا يطرق انها ينصف نادي الزمالك ورقة واحدة تطلع ان فيه فساد مالي مفيش واقعد مرتضى منصور في بيته السنة كاملة لمصلحة مين اللي بيحصل ده لمصلحة مين كل اللي بيحصل للنادي الزمالك لمصلحة مين بيفضلوا يموهوا في الحقيقة لمصلحة مين كل ده علشان واحد قليل انا بزي قهربة بكرة وبعده نلاقي غرامة قهربة دي اتساكت عليها او تقصطت او 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 اللي بيحصل ده كل من مصلحة مين يا وزير الشباب والرياضة اللي بيحصل ده مصلحة مين يا فرج عامر ولا اسمك ايه ايوه الحج فرج عامر انتو عندكو دم انتو عندكو دين انتو عندكو ضمير حسب ان الله هنعمل وكيل فيكو حسب ان الله هنعمل وكيل فيكو في الخراب اللي خربتو لنادي الزمالك مرتضى منصور جاب طلاط جاب طلاط في عز من نادي في ازمة مرتضى منصور عمل مباني عمر ما كان حد يحلم بيها تهاية شكر وتأدير للرجل العظيم اعظم نادي اعظم رئيس نادي جاه لنادي الزمالك مستشار مرتضى منصور مرتضى منصور وتضغط عليه جمهور الزمالك جمهور الزمالك كله بيلعنك يا مامدوحي عباس جمهور الزمالك كله بيلعنك ليه النهار حزبنا الله وانعمال وكيل مرتضى منصور عميل او خسيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة